قال الرئيس عبدالفتاح السيسي أن زيارة الرئيس الطاجكي إمام علي رحمن تأتي في إطار العمل على تعزيز علاقات التعاون المشتركة وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الطاجكي أكد رئيس السيسي أن العلاقات بين مصر وتاجكستان شهدت تناميا خلال الأعوام الماضية سأود بداية الإعراب عن تقديرنا للحرص الذي لمسته من جانبكم على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات بين البلدين واعتزازنا بعمق العلاقات المصرية التاجكستية والتي شهدت تناميا خلال الأعوام الماضية والتأكيد على أهمية العمل على تفعيل أطر التعاون القائمة بما يتناسب مع إمكانات وقدرات البلدين ويحقق مصالح شعبهما كما اتفقنا على تعزيز التنصيق في المجال الأمني وتبادل المعلومات والخبرات بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب والجريبة المنظمة كخطر عالمي بات يهدد معظم دول العالم ترجمة نانسي قنقر